للحديث أكثر مشاهدين حول آخر المستجدات السياسية تنضم معنا مباشرة عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيدة سوزان منصور أهلا ومرحبا بك سيدة سوزان نتحدث عن الخبر الأبرز اليوم السيد الصدر ينسحب من العملية السياسية ويقدم نوابه الاستقالات والسيد محمد الحلبوسي يوقع عليها كيف سيؤثر ذلك على مسار العملية السياسية مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام أينما كانوا طبعا قبل ما أدخل للستوديو وصلني رسالة سماحة السيد مقتدى الصدر على أنه الاستقالة النواب تعرض على السيد الحلبوسي رئيس مجلس النواب يعني صراحة بدنشوف الساحة السياسية ماكو كلام يعبر عن الموجود حاليا الانسداد السياسي كل ما نتصور على أنه تصير حلحلة بالانسداد السياسي الموجود مع الأسف تتعقد أكثر ونتمنى أنه هذا التعقيد ممكن أنه التعقيد يكون باب جديد للحلحلة السياسية أو الانفراج السياسي تقديم استقالة النواب لرئيس مجلس النواب أكيد أكو مربوطة بها مدة قانونية المدة القانونية هي الشهر على الصور أقصى مدة هي الشهر آني مقانونية بس حسب ما أفتهمت من القانونين أنه المدة القانونية لتصويت على الاستقالة هو الشهر ونحن ندخل بعطلة تشريعية تقريباً وعطلة تشريعية حوالي شهر وبعدها يبدأ عطلة عيد الأبحى وعطلة عيد الغدير فمعنى أنه خلال الشهر ما رح يصوت على الاستقالات فما أعرف هذا الشهر كيف رح يكون الوضع طيب سيدة سوزان أحييكي مرة أخرى في أكو احتمال همين أنه مجلس النواب نعم أحييكي مرة أخرى في النشرة الرئيسة لحقت جلسة طارئة هو بالفعل فقط للتوضيح ورد إلى غرفة أخبار دجلة قبل قليل بالفعل قبل قبل الاستقالات السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وسيعرضها على باقي النواب لكن من خلال ما تفضلت قبل قليل هل تتوقعين العدول عن هذه الاستقالات خلال هذه الفترة القانونية أو المدة القانونية التي هي الشهر أو ربما أثناء العطلة التشريعية الفترة الزمنية القانونية هو الشهر واحد من حق المستقيل على أنه يسحب استقال تأكيد يعني أكو احتمال أنه الاستقالات يعني الإمكانية موجودة لسحب الاستقالات طيب سحب الاستقالات والعودة مرة أخرى إلى قبة البرلمان لكن لو سمحت لي سيدة سوزان يعني على ماذا اعتمدتي نعم اعتماد ماذا ما هو قزة يعني في هذا التوقع ربما سيعودون إلى البرلمان احتمال أنه تصير حوارات بين القوى السياسية ومتأملين هذا الشيء كلما ضاقت تفرج على أساس أنه كلما ضاق الوضع يمكن الفرج يكون قريب يعني احتمال على أساس الاستقالة تكون تقارب أكثر بين القوى السياسية تحدث حوار يجلسون على طاولة الحوار ويكون بالعكس يكون باب جديد لإيجاد حلحلة للانسداد السياسي الموجود في الساحة السياسية طيب سيدة سوزان يعني اللي باقي احنا كعراقيين مع الأسف سيدة سوزان يعني السيد الصدر كان قد انسحب قبل هذه المرة من العملية السياسية ودخلت وساطات على الخط وأقنعته بالعودة والعدول عن قراره هل باعتقادك سنشهد مثل هذه الوساطات لإقناعه للعودة أيضا مرة أخرى للعملية السياسية نعم نعم هذا هو قصدي يعني أنا ذكرت انقطع كلامي على أنه احنا كشعب عراقي مع الأسف متمسكين بالتأملات أكثر يعني أصبحنا نتأمل نتأمل ونتأمل إن شاء الله خير يعني كما ذكرت حضرتك أنه السيد مقتدى الصدر قرر بوقته أنه ما يشارك بالانتخابات التشريعية والحمد لله يعني بوساطات واجتماعات هذا الشيء ما صار نتأمل إنه نفس الشيء يتكرر بالمرحلة القادمة إن شاء الله فأني لما نقول كلما ذاقت تفرج نتمنى إنه الانفراج أيضا يكون قريب طيب سوزان خان يعني ماذا عن باقي أطراف التحالف الثلاثي هل بالفعل كما لوح قبل أيام سيذهب أو لوح من قبل الإطار بأنهم سيذهبون مع الإطار أم هناك خطة جديدة أو الثبات على موقفكم فاليوم ماذا عن باقي أطراف التحالف إحنا كاتحاد وطني كردستاني موقفنا كان واضح بالساحة السياسية منذ البداية يعني كنا على مسافات وطنية من كل القوى السياسية الموجودين بالساحة وأيضا محافظين لحد الآن على هذه المسافات ونتمنى وهذا كان هدفنا من البداية أنه ما نكون سبب في تشديد البيوتات السياسية واللي نشوفه على أرض الواقع إحنا من البداية ولحد الآن يعني حثينا على التحاور والجلوس على طاولة الحوار يعني هذا كان هدفنا من البداية وهذا الهدف إذا نشوفه على أرض الواقع بعد أن نشوف أنه لا التحالف الثلاثي قدر أنه يكمل النصاب لاختيار رئيس الجمهورية ولا الثلث الضامن أيضا قدر على أنه يصود على رئيس الجمهورية يعني لا الثلث الضامن يقدر لوحده أنه يسوي الشيء ولا التحالف الثلاثي فهذا اندل على شيء يدل على أنه بدون حوار وبدون تقارب وبدون توازنات سياسية العملية السياسية تتعقد أكثر طيب سيدة سوزاني نعرف أنك تتأملين أن تعود العملية السياسية وتعود الحوارات والتفاهمات وهذا مشروع لكن هل باعتقادك موضوع حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات من جديد هو الأقرب إلى الواقع اليوم خصوصا مع ما خرج به السيد الصدر اليوم من استقالات نوابه يعني مع الأسف أظن أنه الشعب لو انحل البرلمان هذه المرة انتخابات أخرى تكون عملية مستحيلة تقريبا لأنه الشعب أخذ درس أنه القوى السياسية بالساحة إذا ما قادر على تشكيل حكومة فإذا اتكررت عملية الانتخابات رح يتكرر نفس العملية يعني العملية عمالها تتعقد أكثر من أنه تنحل أظن أنه عملية انتخابات مقلعة تكون شبه مستحيلة طيب أشرت بأن الشعب قد أخذ درسا لكن هل تعتقدين أن هذا الشعب سيعطي درسا آخر إلى السياسيين بمعنى يعني ما أمكانية نزول تظاهرات واستثمار الشارع العراقي فيما يخص هذا الموضوع أكيد أنا لما أقول عملية الانتخابات المقبلة عملية مستحيلة ليست مستحيلة بمعنى مستحيلة من ناحية الشعب رح يكون مستحيل لأن الشعب اتعلم درس بصراحة والشارع العراقي يعني عانى ما عانى عبر الحكومات كان أملهم وبهاي الانتخابات أمل كبير مع الأسف لحد الآن يعني صار بيهم خيبة أمل نتأمل أنه هاي خيبة الأمل ما تستمر أكثر يعني الشعب يعاني ما يعاني احنا في قانون دعم الطارق للأمن الغذائي حصل بيه تغييرات يعني شي بسيط للشعب والشعب فرح بهذا الشي على مستوى كل محافظة ألف عقد عقود مجرد عقود لمدة ثلاث سنين بثلاثمائة ألف يعني مبلغ مو كبير بس الشعب فرح به نشوف يعني احنا كنواب الناس يتصلون بنا والشعب فرح به فرحة كبيرة يعني مع الأسف الحكومة ما تخدم الشعب مع العلم الشعب في حين أنه يرضى بقليلة بشي بسيط بقانون الدعم الطارق للأمن الغذائي يعني شي بسيط الشعب فرح به فرح سيدة سوزان ربما أنا لم أوصل فكرة السؤال بشكل واضح سأعيد صياغة السؤال ماذا لو نزل مريدو التيار الصدري إلى الشارع كيف ستكون الأوضاع وكيف سيكون موقفكم أيضا كشركاء سابقين يعني مع الأسف لو ينزلون مريدو التيار الصدري للشارع أكيد أكون مريدو لأحزاب وقوة أخرى أيضا ينزلون للشارع يعني تحضر فوضى أمنية وفوضى سياسية بالشارع مع الأسف يمكن السيطرة عليها تكون صعبة ومو هذا المقصود مني يعني الانتخابات اللي مبكرة اللي صارت على أساس الدماء اللي سالت بتشرين احنا منريد دماء أولادنا تسير أكثر اللي يرحوم بيها أولاد الفقراء والمساكين مع الأسف منريد لا تظاهرات جديدة ولا حروب داخلية جديدة ولا مريدين ينزلون للشارع وتسفق بيها دماء الفقراء اللي نريد أنه الأحزاب السياسية تحكم عقلها وضميرها ووجدانها أمام الشعب العراقي ولو لمرة واحدة طيب سيدة سوزان هل بهذا التطور الذي حدث قبل قليل مشروع الأغلبية الذي ينادي بها سيد الصدر هل ذهب بلا عودة خصوصا وأن السيد قد جرب كل الخيارات مع الإطار التنسيقي لكن وأيضا هم مصرون على موضوع التوافقية هل الأغلبية انتهى مشروعها بهذا الموضوع برأيك لحد الآن الوقت مبكر على أنه نقول الأغلبية انتهى بس الأغلبية كما ذكرت أنه يعني سماحة السيد مقتدى الصدر كان عنده مبادرة مبادرة جيدة ونشد على إيده ونحترمها والإطار التنسيقي أيضا كان عنده مبادرة جيدة وأيضا محترمها ونرحب بها ومبادرة المستقلين يعني مبادرات كان موجودة من كل الأطراب ليس فقط من جهة التيار الصدري المفروض أنه نمزج كل هذه المبادرات ونطلع منها مبادرة وطنية هدفها بالنهاية محاربة الفساد وخدمة المواطن العراقي كما ذكرت أنه المواطن العراقي يجوز البعض يعتبرها وطنية ولكن هذه حقيقة الوضع المواطن العراقي عانى معانى عبر الحكومات ويستحق على أنه تجي حكومة تخدمها يعني الفائض المالي نحن نشوف أنه الفائض المالي زايد وشون يقولون الخير إذا زاد يتبدأ خليه يكون للشعب العراقي عمر العراق ما كان عنده فائض مالي مثل الموجود بالوقت الحالي ليش ما نستخدمه في خدمة الشعب وليش نبقى أنه المريد الفلاني نزل للشارع والمريد الفلاني نزل للشارع واحتمال قوات إرهابية خلايا إرهابية تنزل للنص والشارع الأمن بالشارع العراقي نفقدها ومثل ما ذكرت اللي يروح بها المواطن العراقي والفقير أكيد طيب سيدة سوزاني يعني كانت هناك مبادرات ثلاث لفك هذا الجمود السياسي وأيضا فتح هذا الانسداد هناك مبادرة للسيد الصدر هناك مبادرة للإطار هناك مبادرة أيضا للمستقلين كانت على الساحة حاضرة لكن لماذا بقيت حبيسة الجدران هذه المبادرات وبقيت حبرا على ورق لماذا لم يتم تفعيلها مع الأسف المبادرات كلها يعني إذا تشوف النقاط بالمبادرات كلها مبادرات محترمة ومرحبة بها بس مع الأسف كما ذكرت العناد السياسي الكل معاند على موقفها وإن دل هذا على شيء يدل على أنه المواطن العراقي مبال أحد مع الأسف كلنا بأجندة كل القوى السياسية الموجودين بالساحة بأجندتهم وحاربة الفساد وخدمة المواطن العراقي وتشكيل حكومة وطنية تخدم المواطن مع الأسف لحد الآن الأجندات هذه على أرض الواقع ما شفنا أي شي منه يعني العناد السياسي موجود أنا ذكرت على أنه كل المبادرات مبادرات محترمة ليش ما نمزج كل المبادرات ونطلع منها مبادرة وطنية تخدم كل الشارع العراقي وتخدم الحكومة العراقية بشكل عام وتشكيل حكومة ليش الكل معاند ويعتبر مبادرته هو أحسن مبادرة مستحيل أنه أي مبادرة من المبادرات الثلاثة تكون الأحسن فليش ما نمزج كل هاي المبادرات مع بعضها ونطلع منها مبادرة وحدة تخدم المواطن العراقي طيب الآن أنتم في اليكتي سيدة سوزان بشكل خاص والقوى الكردية بشكل عام ماذا سيكون دوركم في هذه الأزمة الجديدة على أساس المتغيرات التي تحدث بالساحة أكيد سيكون لنا رأي خاص وطبعاً الآراء والاجتماعات ترجع للمكتب السياسي للحزب ورئيس الحزب السيد بافل طالباني نحن كنواب مسؤولين من حزب ومن قيادات عليا للحزب طيب يعني تعتقدين كيف سيؤثر هذا البيان الأخير للسيد الصدر بتقديم استقالات نوابه وانسحابه وقال لشركائه أنتم في حلم مني كيف سيؤثر على مفاوضات الحزبين الكرديين بشأن منصب رئاسة الجمهورية يعني الموضوع دا يتعقد أكثر الموضوع ليست فقط رئاسة الجمهورية نحن مع الحزب الديموقراطي الكردستاني عندنا مقاومات أخرى ومواضيع أخرى عالقة بالأقليم أكيد هذا الشيء رح يأثر ويأثر على الساحة السياسية ككل نتمنى أنه هذا السلبي المتوقع الذي يتوقع المحللين السياسيين الساحة العراقية كلها ترد بمردود إيجابي يمكن على هذا الأساس يكون تحصل تقارب بين القوى السياسية يعني الضيخ كلما ضاقت تفرج أكثر نتمنى أنه يكون إلى مردود إيجابي أكثر من مردود سلبي طيب سيد سوزان يعني إلى أي مدى تعتقدين أنه قد حان الوقت ربما لوسيط خارجي إن صح التعبير للتدخل لحل هذه الأزمة ومن الناحية الإيجابية نتحدث طبعا من الناحية الإيجابية أتمنى أنه لا يكون أي وسيط خارجي أنه أحنا كأحزاب ما شاء الله التيار الصدري والإطار التنسيقي والأحزاب الكردية يعني قادة سياسيين بمعنى الكلمة عدهم خلفية سياسية عريقة يعني كلهم عدهم خلفية سياسية نتمنى أنه ما تحصل تدخلات خارجية هم اللي يحلون مواضيعهم بنفسهم بدون أي تدخل خارجي أتمنى أنه ما يكون أكو تدخل خارجي شون يقولون أنحل موضوعنا بيننا وبين بعض نعم سيدة سوزان منصور شكرا جزيلا لك عدو الاتحاد الوطني الكردستاني كنت ضيفة مرحب بها على هذه النشرة شكرا